كاب الأمريكي بيعملوا فيديوهات كده حاولوا يعملوا أكلة مغربية أنا لعدلوقتي مش عارف إيه الأكلة المغربية دي إنما إحنا هنمشوا وراهم خطوة بخطوة عشان نشوف ونسأل برضو إخواتنا المغربة يعني إيه ده هل دي أكلة مغربية ولا لا والله ألا يكون فعون المغربة الحقيقة طبعا نتشرف بأي حد بيحب الأكل المغربي أكيد ويحاول يعملوا بس المغربة بيعانوا من كوكب لا لا يعني كفائعة لهم اللي هم شايفينه تعالوا نشوف بس مش هطول عليكم ما تيجوا نشوف أحنا يا غنشوفوا واحد للفيديو مع مريشة فحالو أحناي غنشوف فحالو أكيد بزر تسياح فش يجو المغرب يتحمقهم أكلة مغربية وفش يرجعوا البلادون كيلقوي طيب ودقشيلك لو طبعا وده حاجة اكيد هنا أنا عن نفسي كمصري بفرح بيا لما لاقي إنو في ناس بيحاولوا يعملوا أكلات مغربية وبيعجبوا بالأكل المغربي دي حاجة جميلة جدا أكيد ويعني نكمل نكمل نشوف هم عملوا أكل مغربي فعلا ولا عملوا كوشري نشوف يلا بنا هناك نشوف الراجل قرر أنه يطيب اللحم المغربي للطريقة المغربية وبرأس لحل نوت المغربي ولكن الغريب في الأمر أن الطريقة مش قرر يطيب غريبة جدا ما عندها تسعى علاقة بالطياب المغربي ما هو ده اللي أنا بقوله إحنا مش نقصين يعني كفاء علينا كوكب لالا بيطلع وعملوا حاجات غريبة أصلا بيقولوا عليها جزائرية كمان بس إحنا ما علينا من ده إحنا دلوقتي يعني وصلنا لولايات المتحدة فأنا مش عارب فيه يا جماعة الأكل المغربي والله يعني بالراحة بالراحة على المغربة عشان أعصابهم الله يكون في عنهم والله بيصحوا كل يوم منهم يلاقوا حاجات غريبة وعجيبة زي دي طيب نشوف نشوف هو عملية يالله بينا هو قال أنه ملقشت طاجين فاختار عادة الطريقة ما شي مشكل معليش عندنا في مثل بيقول الجيش قال تصرف يلا لما تبقى مزنق في حاجة الجيش قال تصرف ما تلاقيش طبق هدت طشت ما تلاقيش طشت يعني في حلول فمش مشكلة الجيش قال تصرف تصرف يا باشا ورين أنت تصرفت إزاي طعب سيلة وطوي موضعك شي هنا يا جب مش ماش شحر بسيلة زاد عليها ممتيشة أنا حاسس أني في حاجة غلط يا جماعة يعني أختنا اللي عامل الفيديو اللي عامل الفويس أوفر على الفيديو لحد دلوقتي ما قارت لناش يعني بس هو هي مغربية فأكيد عارفة هي أكيد عارفة فأنا بسألكوا برضو إحنا كده ماشيين صح ولا إيه عشان أنا مش عارف هو بيعمل لحم بالبرقوك ولا هو بيعمل لحم ولا هو بيعمل بسطيلة ولا هو بيعمل طاجين ولا هو بيعمل إيه فاردتوا قلولي عشان أنا حاسس إنه في حاجة غلط مش مرتاح قلبي مش مرتاح نكمل طب مش عارف برضو أنا حاس في حاجة غلط أنا هنا بمشي معاكو خطوة بخطوة عشان أنتو تقولولي أنا إحساسي حتى الوقتي إنه في حاجة حتى الآن مش حتى الوقتي في حاجة غلط مش عارف في إيه يعني إحساسي إنه أنا شفت مغربية بيعملوا أكل كتير ما شفتش ده فمش عارف هل المكونات دي صح ولا إيه يا جماعة يريد حد يقول لنا لو أنتو أو يبحث لنا بقى عن الموضوع ده أو يبحث لنا عن الكابل ده عشانا مش لقيهم أنا عايز أتكلم معاهم أنا بعرف أتكلم إنجليش فممكن أتناقش معهم في القصة دي أسيلا بشتكشي جي يمي يمي ولكن أنا هستدمها للأخرية هي اللي هستدمه معايا حيث في حقيقة الأمر هاد الأكل هادي ما عارفش نسميها ما هو ده قصد أنا شفت نعناع تحط في فيه نعناع فيه نعناع تحط في الآخر يا جماعة أنا ده نعناع ولا ده إيه ده نعناع أنا شفت شكله أنا عارف وأنا عارفه بشربه هنا في الشاي وبشربه في قتاي ده نعناع فيه إيه أنا مش عارف هل إحنا كده ماشيين صح أنا حاسن فيه حاجة غلط فأنا معرفش يعني أو مش عارف هل نس أمي ده إيه الطبقة ده نسميه إيه هل تسمي تلك الأكل كسكس باللحم أوه؟! أوه..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ألا أتبعى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ألا أحب إحساسي القلبي لم أجبني أنه أكل مغربي أنا شفت الأكل المغربي والله وكلته والله ما زاج أقسم بالله ما بجامل أنا الكسكس ده بأكله ما بحسش أنا بعمل إيه بفضل أكل كده أكل 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 فأنا بحب الأكل المغربي جدا والمطبخ المغربي ده كل ما يدخل مسابة بسم الله ومشاء الله البالت القواص بيفوس بالأفضل في العالم فأنا مش عارف يعني إحنا هنا فين ده مش عارف أنا مش عارف فرجاء أمريكان advance يعني الحكاية مش مستحملة فأنا بستاني المغربة يقولولي هل الطبق اللي شرنا في الآخر ده ده طبق مغربي ولا ده كولكشن يعني أنا حاس إنه خليط من كل حاجة وبعضها فأرجو إنه كتقولولي يا جماعة أنا تعبكم معي أنا عارف بس الله قلبي بيتعبني لما بيلاقي حاجات زي دي وما أقولوكوش عليها بحب إن أنا شاركو دايما في الحاجات دي والله يكون فعولنا جميعنا مش عارفين نلاحق منين ولا منين المغربة تعبوا يعني زي الفيديو ده كده فاكرين الأتاي اللي عملته الأستاذة في كوكب لالا فاكرين ولا مش فاكرين مش فاكرين لا هزعل أفكركم يلا تبعوا معي عندي ربع كيسان تعلماء نحطوا فوق النار حتيغلي القاعدة تقول ربع كيسان ما بنص كس لاتاي ونص كس سكر دي أنهي قاعدة عشان دي لو قاعدة مثلا جوية ماشي يا لو قاعدين في قاعدة جوية كلنا أوكي إنما ما هذه قاعدة أنا معرفش طيب نكمل عشان بس أما طولش عليكم في الموضوع ده هورديكم عشان نشوف المعاناة اللي الشعب المغربي بيعنيها في أكله وشربه جهة تانية كنت خنت شوية ماء اللي راني رايحة نغسل فيه لا تايدي يا لي نخلطه مليح باش يتلق كامل هذك الغبرة ونصف فيه آه طيب أنا ما حاسس إن في حاجة غلط برضو أو متأكد إن في حاجة غلط أنا متأكد إن في حاجة غلط في الموضوع ده ها أنا رح نرميه قبالة في هذك الكسرونة وبعد ما أغلالي مليح هذك الموضوع زيت له شوية نعنى عيابس اللي يقعد اختياري نقص له كامل على النار وغطيت طيب غطيه طيب غطتيه أنا برضو حاس إن في حاجة غلط والمغربة أنا عارف إن أنا بفكرهم بحاجات مؤلمة والله الواحد بيحس بجرح هو شايف العاجات دي عمال يقول لا إلا الله فالله يكون فعونكو يا جماعة بس إحنا إيه النهاردة بنوري الناس الميكس اللي بيحصل للمغربة يعني بنورديهم الأكل بتاعهم والشرب بتعمل في إيه كمليه خلوه يغلي أقل شربع ساعة بعد ما تابس في تو وضفت له هذك السكر واللي هنا نغم المون شحر شحر وربنا ده ما قتاي مغربي وربنا ده ما قتاي مغربي أنا عارف وعارف المغربة دلوقتي بيقولوا إيه يعني مش لحقين يكملوا بقية الفيديو بيكتبوا إيه ده ما هذب أشهد شي أنا عارف والله في تو وضفت له هذك السكر واللي هنا نغم المون شحر ما خلاص بقى عرفنا أنت هتشحره ده يقول لنا حاجة جديدة بقى ها وبعدين يا كون ما عنديش الوقت طلعت هذيك رواب اللي بغام يكسر ولو كان في قليل راجل خالتي يندب لي تحس ولاتي ديالكم تقال أنا انت ريئة أنا حس أن انت ريئة الدنيا معك يمشي رواقان انت ريئة انت تعملي بتعملي اللي انت عايزاي نحن لم يكن هناك يا جماعة وفي ايه هو ده ايه عصير قصب ده ولا ده كركدية ولا ايه احنا لن نلفكة وقبل الله ولا يكون في عن المغرب أنا كده بقى جبتلك ايه بص من أمريكا ومن الجزائر يعني من ناحية شرق المغرب وغرب المغرب من ناحيتنا هو ربنا نستر بقى على الشمال الأسبان الأسبان حتش يعمل حاجة عشان خطرنا يعني كفاية اللي المغربة شايفينه من الشمال ومن اليمين لن نلفكة وقبل الله جميعا وتحية الواطن وتحية الواطن وتحية الميتك هم شايفوا الفيديو ده المغرب شايفوه نحن دايما بنقولهم يعني ياللي بتركعوا ياللي بتبوسوا الأيدين انا مش عارف اعمليه في الحسن اللينا فيها دي بلاك مجدي وراهم الفيديو قادم صيبة صودة على دماغنا دي كان لازم تنشر الفيديو يعني الله ما احنا كل يوم بنطلع نقولهم يا بواسين الأيدين والحاجات الغريبة اللي بنعد نقولها دي انا عايز الواط ده تجيبهولي من تحت تقطيق الأرض عايزوا دلوقتي خد ياد هنا يا واط الله يعني احنا نقعد نقول للمغربة يا بواسين الأيدين تقوم انت تجيب من الآخر وتركع لتبون انتوا عايزين تشلوني انا عايزك تخبل الفيديو ده ما تخليش حد يشوفه بعد اذنك لو شافوه قول انه هو تلاعب من فوز العقجع اه ما انا موقود ده مش حل غير كده بقى المغربة جايين طبقوا يا اخي سبحان الله يفضل يقول لك يا مغربة يا بواسين الأيدين ويطلعوا يتراعوا علينا في التعليقات ويقول لك اللي بتركعوا وفي الاخر يطلع فيديو زي ده متهيقلي يعني اني عمري ما شوفت فيديو زي ده في العالم خق في العالم مش لا في المغرب با ولا في مصر لا 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 في العالم كله انا ما شوفتش فيديو زي ده اشتركوا في القناة